لو قلنا علامات المراهقة المتأخرة للراجل وللست بوسي متشابهين شوية فكرة ان انا بدأت اهتم بان انا الفاشن مثلا ان اخذ بالشكل التغيير الخارجي انا ببدأ ألبس زي ما الشباب بيلبسوا فكرة ان انا عايز ألبس دريس معين انا عايز ألبس بانطالون بشكل معين بحط ميكب بشكل اوفر انا بقيت بتابع اللي في سني مش بيتابعوه ايو وفي حالات كتيرة قوي حتى انترشت على السوشال ميزا ان جده مثلا يعني حصل لها موقف مثلا ودخلت الاسم وحفيدها اللي جي خدها علشان هي شكلها متصابي دي فكرة ان انا متصابية اه متصابية في سلوكي في البيهيفور بتاعي في القطة ديوت بتاعي في شكل العام في تصرفاتك وانا جده وانا جده طبعا طب ايه اللي بيوصل للدرجة دي طب انا وصلت لمرحلة الجده يعني انا اعتبر كده في الستين او الخمسة والستين السبب الرئيسي الوحدة الوحدة انها مش حاسة اني في حد معيها بصي احنا دايما بنحب احنا كاشخاص بنا قدمين كانسان يعني بشكل عام بيحب السناء والتقدير انا عايزة حدي يقدر مجهودي يبقى فيه الكمام بزيط بعد موصلت الموحدة اني انا بقت جده فانا ربيت وكبرت عيلتي وبقى عندي احفاد وكل واحد مشغول بحكم الحياة مشغول بحياته فبقيت لوحدي خاصة لو هي افتقدت زوجها فبالتالي انا حاسة لوحدي فعايزة حد يقولي برافو عليكي لان دي مشاكل اللي بقابلها في كبار السن الوحدة وعدم التقدير خلاص اياني قدت عمرها في اولادها واحفادها ومش حاسة اني حد حواليها دلوقتي ونسيو دورها في الحياة الطويلة اللي قدمتها فبتبدأ تنزل تدور على ده والشارع بيقدملك الشكل الخارجي بس فبتدور عليه فايلي بيأكل مع الناس الشكل الشكل طبعا احنا مجتمع بيدور على الشكل اكتر فبتبدأ تدور على اي حاجة تلفت بيها الانتباه ويه اول حاجة بتلفت انتباهها اي بناء ده المظهر المظهر اه طبعا بدأت تدور عليه بدأت ما مثلا كانت بتلبس بشكل معين بدأت تغير الستير اللبسها طريقة كلامها فكرة السلوكيات مثلا زي الكافيهات وما صاحبهم من السلوكيات اكيد طبعا وهكذا نبدأ ان نلاقي ايه ايه ده انت تغيرتي اوي انتباه اماكن مش مناسبة لسنها الحاجات دي كلها مظهر مظهر الخارجية الداخلية بقى فكرة ان انا بقيت بتفرج على حاجات مش مناسبة ليا بقول قراء ما تلقش بسني ده مش معناه ان سنك يعيبك خالص موضوع مش كده خالص موضوع كل انت وصلت المرحلة من الركي العلم الخبرة اللي تخليكي مش ما تتصرفيش ده